مرحباً 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 اليوم بدأت بلغ يديد مرحباً مرحباً أتجهز الآن يعني عمتي شغل في المكتب شوي وصراحة عمتي طالعة مع وعندي طالعة بعد مع شخص بس ما بقول لكم انها الشخص بداية يوم بس الميكب اللي بحطه ما بيكون ويد أوفر بحط ميكب ويد عادي وغلبكم كان كاتب من الكونسيلير أصفر غيري ما يناسب بشوتج على فكرة بس قاعد يبين أصفر في الكاميرا بس في الواقع هو أبداً لونه مو أصفر فنفس الوقت قاعدة أقول لكم اكتشفت شي فترة أحس أحيانا إذا في ناس يكرهونج مهما أنتي سوتي وحاولتي تتعدلين وتترتبين وتشرحين لهم وجهة لضرج ما بفهمون لأنهم فهموا الكلام بطريقة سلبية يبون يفهموا الكلام بها الطريقة يعني ما يبون يغيرون طريقة تفكيرهم فإذا في حد حرفياً يقولوا حاقد عليك أو يكرهك أو ما يحبك أو أمو متقبل أنت دائماً يطلع عليك الغلط دائماً حتى لو قلتي كلام إيجابي بيتجلب الموضوع عليك وبيخليه سلبي فمن بعد ما اكتشبت هشي صار فيني هنا قللت أني أبرر حق الناس يعني ما بقول أني أوقفت أبرر ولكن قللت وهالشي اكتشفت صراحة هالشهر أحسني صدامت شوي موينياً مويلد أصفر هالشي طالع أصفر عندكم preserve تفكيرهم درجة ان كم زر وما كان قزج أني أعلنك تتكلم move وما لحتجنك ليجنهم ينتVi والحصول ف Bilani لا أدار أن أبررهم أكثر عن اللازم الصراحة أخي لا أعرف اليوم ألبس عبا أو ألبس بدلة لأنني لدي بدلة لونها أخضر ووادي كيوت لا أعرف ألبس هذا البدلة أو ألبس عبا أو ما أفعل بعد ما أخلص المكتب والشغل أنا وخواتي رايحين أفتر نون تي لكن لا أعرف وين لأن أختي صرح عارسة كل شيء فأخذكم معايب هذا بعد اليوم أعرف أن يكون يوم من طلعات أثنين بدأت أسبوع أحسن لأنني أعرفين هالويكند ما كنت أعرفها ولا حد حثوا الحين يعني أنا عكس الناس الناس في الويكند يتطلعون ويوم أسبوع شغل وقاعدة في البيت وكل هذا لكن أنا العكس الويكند قاعد في البيت ويوم أسبوع وقاعدة أطلع أنا ناوية قريبة أبدأ أسوي رياضة لا أحرفين يعني أسوي رياضة مونة أروح كلاس يوغا لا عندنا الجرم هنا في الشقة فيايبة بيب بيب ويايبة بيب ندربها شخصية عشان ندربني وتاعدني في نظام الأكل وكيف أبني حياة صحية فهذا اللي أسوي وكيف أحب أن تحب سحق هالبارت أعتقد أني مبدأ الأسبوع اليهاي لأن هذا الأسبوع لا أعتقد أنه بيكون عندي وقت صراحة هذا وحب يكون شيء يديد أسوي شيء يديد إيجابي لأنه الرياضة حاجة اللي ما يعرف فيها وائد فوائد يعفونا رياضة غير لها فوائد حاجة الجسد المادي رياضة لها فوائد في النفسية وأخذكم هذه الرحلة معي كيد نحن كل شيء مع بعض وهذا أسبوع لدي أفكار فيديوهات أصورها في اليوتيوب أفكار أتمنى أنه تكون حلوة وعفوية وممتعها وكل هذا شعري صير دلوع بشكل فاطئ هارفين مثلا أسوي والليوم اللي بعده أشوف هاذابل أو يعني ما في حيوية يعني أقصد أسوي يعني أقصد أستشورة عادة لما تستشور شعرت يكون كم من يوم شي حلو بس شعري صير غري المنتجات اللي قاعدة أستخدمها قاعدة أستخدم شيء غلط وصايرة لما أستشورت شعري ثاني يوم أقوم وشعري يكون باهد طائح ما في فوليوم وما في حيوية فهاشي Guys ابتنهارون هلا خدت التنت من رود التنت هذا صايرت رنتح في كل الألوان ووجد حب سني أجربهم الصراحة انا بخلص الميكب كامل وحط دراي شامكو على شعري لأنه أضيف علي شوية حيوية لأنه وايد واحد وبرجأ لكم بعد ما أخلص كل هذا سي يوووو مي فول ميكب ولبست مي اوتفت حق اليوم اليوم استال اليوم حسي يديد شوية غير ما بي أسكر هذا نزين بس المشكلة الحبلة يكون نازل تخيلوا لو بدون لا أربطها بالحبل كل شيء وايد أحلى فاحس احتمال اني أقصة لأن تشوفوا هناك في زر فاحس انه شيء وايد أحلى بس هذا الحبل مخرب عالمواضوع حسنا يا ربما أعود إديد على طلعت اليوم تكسلت للأسف لأن اللي بطلع معاها كان عنديها وايد شغل فتكسلت وطلعها وقلت معا لي لأنه ليش ما أصور فيديو فيديو حق هالأسبوع تجارب أو أجرب معاكم وصفات الأندومي حق متابعيني فهذا اللي بسوي بصورة اليوم فقلت أن هذا بيكون أحسن شيء أسوي وصفاتكم حطيت في القروب اللي عندي في الأنستة واللي مداخل القروب يحليلة لأنا وايد سوال في الطوفة هناك وصفاتكم واليوم شو بسوي لكم وصفات ما بتكون في هذا الفيديو فلي ما أشوف الفيديو اللي قبل هذا يروح يشوفه يس طالبي مني أني أحط جبن سائل وأندومي جبن سائل وأندومي فأكيد أندومي مع معجون طماط وليمون مره يمي طلعت أربع وصفات أندومي وأحس كفاية لأن تقريبا باقي الوصفات اللي عطيتوني إياها كلها كانت متشابها بس في شي مختلف الآن عنزد زي والحماس والأشياء ليش؟ حسنا نفس ما هو واضح الآن بنجرب مع بعض المنتجات هذه من رود هاي ما عليكم من الزحمة اللي صايرة ورا بس مرحبا لحظة لاينا نقص ما قلت أني أبي أقص هذا إن الصراحة ما لدعي قد مزاج فهوة ياس أيها اللي أريكم من رود شي معاي مزين الميكب لأنه قمت روج فخلوني حسنا مسحت الروج كامل والحين وقت أنه نبدأ نختار أي لون أبدأ فيه حس صراحة متحمسة نجرب هذا اللون الغامض ويد شفت عليه مدح اسمها إسبرسو دعوني نبدأ هذا اللون لأن عادة ما أحط ألوان فاتحة ويد لما أحط أرواج فـ Oh my god It's so cute الپاكجينج هذا هو اللون ما قاعد يبيل Oh my god guys اللون هذا يجنن تراه تنت موروج فاللون يجب أن يكون فاقع صراحة كنت أبدأ بهذا اللون لأنك تعرف أنها الألوان تناسبني ويد فـ ما شميت ريحتها هل ريحتها ريحة الكوفي صدقوا ما في ريحة guys اللون اللي بعدها باختار هذا أحس أني قاعد أبدأ من الغامض لين الفاتح فاللون اللي بعدها باختار هذا لون راسبيري جيلي طعم سويت طعم طعم المفروض لكم ما تجربوني يعني أحذركم لأن تسوون هذه الحركة في البيت ولكن أنا بال��ز طعم شعر だから بالخط ستجربوا Likeiors كيف لقد قلت لكم قليلا على نفسجي ولكن اللون واضح حسيت انه حلو حلو الديلي ميكوب عندما تحطي الروج اوفر احس انه جميل و اللون شي انه جميل الاثنين جميل دعونا نجرب هاو انظروا اللون اوكي اللون اللي بعده نجرب هذا اللون او اللي هو درجة توست اللون هذا نبينه بيكون فاتح على النود احس اذا بحط روج نود احط فوقها كغلوس هذا اللون بيطلع وادكي لنرى هذا اللون جوي بشكل فضيع وايد وايد حلو درجة توست لان انا دايما احط الارواج تكون نود بني هالالوان فحسيت انه هذا بينفع كغلوس فوق الروج اللي بحطها او حتى حق دائر انا شفاء فتكون نود فانه تيض اوكي نجرب الحين اللون اللون الاخير اللي شف وايد فينك غير يعني الوايد رايحة فينك اسمه ريبون ما تري قيس ليش لما حط ألوان فاتحة أحس شن عندي شنب ما نرى أنتوا نفسي ولا لا فس أحس لما حط ألوان فاتحة أحس أنه عندي شنب فأسحب كلامي لأن اللون هذا بعد يجنن حرفيا ويض حبيتها بناسب إذا بحط روج نود هذا شوية على البنك أكثر على اللون اللي قبل استخدمته فإنه كيوت بس مو أحلى شويف الحياة فإنه كيوت يعني لا لحظة والله واي تحل وحبيتها جربت كل اللي بتن أول شيء توست ثاني شيء إسبريسو رازبيري جيلي وآخر واحد اللي هو الريبون الآن بنتظر طلبتي اللي بتوصل من طلبات لأنا طالبة وللحين ما استلمت الطلبية عشان أبدأ تصوير وكل هذا فالحين شكليه بقعد على التلفون أشوفكم لما أشوفكم رجعت لكم خلصت الفيديو الصراحة طويل تقريبا ساعة ونص وحرفيا مجربت بس ثلاث وصفات يعني أنا كنت ناوي أني أجرب أربع وصفات بس ما قدرت مجرب ثلاث وصفات وكتشفت كيف أني يصورون فيديوهات طبخ الموضوع الصعب و بس ثلاث وصفات أعتقد أن الفيديو كان ناجح على أساس أن إخواتي حين يمرون عليه عشان نفس ما أقدر لكم نطلع فقبل أن أطلع لازم أرتب كل هذا الوضع أنا ما عفز أنا الوحيدة اللي أحس به الشيء ولا إنتوا أغلبكم تحسون فيه أحس أن أنا أحيانا في أيام أكون واثقة من نفسي والثقة ألف ومستحيل أن في شيء يأثر عليه بس في أيام أحس أن ما فيني ثقة أبدا والصراحة صار لي من أمس واليوم أحس أن ما فيني ثقة استحقاق ينازل يعني قاعد أحس به الشيء استحقاق ينازل أحس أن أنا ما أستاهر هشيء يصير لي ما دري ليش في لنا المنظرة غريبة اللي قاعد أشرح لكم يا بس ما عفز هل أنا الوحيدة اللي أحس به الشيء ولا لا أنا سألت أختي مقابل وي قالت أنها هي تحس به الشيء أنا في أيام الثقة تكون ألف والاستحقاق ويدور تفع في أيام ما فيه الثقة ما فيه استحقاق ما فيه ولا شيء أحس هالموضوع ما دري يكون على حسب ما عرف الصراحة لما يصير معات موقف يمكن أن تتحسسين منه وبعدين استحقاق الشيء ينزل ما عرف فاطمة نظف المطبخ الله ستنظيف المطبخ جزئيا بس لآحي ما غسلت الصحون أعتقد بعدين لما باتتجع بغسل الصحون لأن لازم أروح أبدل ونبس يعني نبس شيء أحسن وعدل على الميكا بشوي أتترون يا شرح اللووسة هذا ولكن شكلي عايبني وأضعها، أنا لا أخلص الماء بعد ناستريا أصور من بعيد سوفوا هذه البورد لا يضح فيه فيديوها التعب بصورها وحق اليوتيوب الإعلانات التي لدي بشكل عام تا دا أدرينا لبسها ألف مهرام بس حافية لا تحتاج كوي يعني ولبسها الآن وبنزل خلاص ريحتها حلوة طحية منكم أحس ما أدري هو شي عادي ان الوحدي يكرر الريل و اسمها بس احس بتقولون شو هاي ما عندها عبايات او اشياء ثانية هاي 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 قايز انا اليوم مع اخواتي مريم جواهر شوفوا قايز جواهر قصت شعرها دورا هذي اسرا وهذي جواهر وهذي مريم شوفوا قايز شوفوا قايز قاعد تستهذر عليك يا مارتي ما ادري متى اخر مرة صورت لكم اعتقد قبل يومين يعني ما كان لي خلق اني اصورها اليومين ورجعت عشان اكمل الفلوغ الحين واليوم انا نفس ما انتو شعفين انا حاليا في الشقة وبعد شوي برجع بيتنا بيتنا الثاني بيتنا الثاني حاليا قاعد ارتب الفيتامينز مالي حق هذا الاسبوع اللي حين قدامي اول شي اصفهم بها الطريقة من الاحد لين السب وزع على حسب ان الدكتورة شو كاتبتلي كل يوم شو ااخذ هنا عندي الفيتامينز طبعا ما ينفع ان انا اقول لكم شو الفيتامينز اللي استخدمهم لان انا الدكتورة وصفتلي الفيتامينز اللي احتاجهم فلازم تروحون تفحصون عشان تعرفون انتو شو ناقصكم وشو تحتاجون كسر شوي احسني اليوم اليوم تعبانة بس ان شاء الله انام واتش اصير احسن فخلونا ارتب فيتامينز اسماي شوفوا ماي تي شيرت هاري بوتر تي شيرت بس ماهوسة فيه حاليا انهار عليه عادي عندكم كيف كيوت احس بخاطري ارجع اتابع هاري بوتر اجين بشكل ما اثويها الصراحة فا احسن احسنت الويتامينز كلهم والحين مفروض اني ارتبوهم على حسب الايام احسنت الويتامينز رتبتو من الحين كله على حسب الايام شوفوا كيف الالوان كيوت فهذا الشي وادي ساعدني انا ما انسى اخذ ماي فيتامينز فخدت من امازون على فكرة بس اكتبوا بس اكتبوا في امازون بوطلع لكم كل انواع واشكال والالوان باي باي شقة نرجع لك باتشر ايز رجعت البيت واني مساوية مع كارونا وبعد هني عندنا محشي بس اشتقتوا حق اضاءة مطبخنا الخايسة هاي لوز هاي سلم عليهم لوز يا لوز انا الان رجعت الشقة ما قلت لكم وصلت من طلبية من دايسون وايد الباكيج ذكيل فريق بس هو من دايسون من دايسون وانا اشترى فريق احجيل أحجيل وانا احجيل دايسون فريق وانا استشوار وانا اقوم بصير اahn بايبي مستعدين نفتح البوكسر مع بعض الشيء مستغرب منه انه موضخ فيه اوكي 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 لونها اخضر والدرجة هذي اوكي 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 انا لا توقعت ان الطاولة تكون لحد درجة حلوة استعدين انكم تشوفون الطاولة استعدين ولا لا اوكي الطاولة جنن حرفيا هذي الطاولة شريتها عشان احطها عند السرير اللي المفروض كنت احطها هنا قبل بس لا بغير مكان السرير بس بشكل عام هاي الطاولة اللي بحطها عند السرير اللونها اخضر من الماتشة لاني وايد احب اللون الاخضر خاصة هالدرجة بس قائز اوكي استعد عشان انام لاننا حرفينا الساعة ثلاثة و مصف الصبح فاطمة اللي الحين واية بس انتم تكتبوا ليشراكم في الطاولة وايد وايد حبيتها الصراحة بس اتمنى لو شوي كانت اكبر بس اعتقد ان الطاولة عند السرير لازم تكونها الصيز المهم قائز خلص الفلوغ شكرا وايد لانكم تابعتوا للنهاية اتمنى ان كان الفلوغ لطيف و خفيف جميع عليكم بس انستوا فيه و تعالوا الفلوغ اللي بعده عشان اعطيكم ابدات للغرفة و كيف اغير شكل كل شي و مكان كل شي و طالبة جامعة لفكرة حق تسريحة فوايد بتكون فيه تطورات ان شاء الله و بس اشوفكم في الفلوغ اللي بعده لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب كل هذا بي 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 بي